صد خالد الكردي زميلنا الإعلامي المحترم من الإسماعيلية السلام عليكم يا كابتن خالد تحاتي لك كابتن عبد الناصر وتحياتي لكل مشاهدينك ومجتمعينك في كل مكان يعني نبدأ بمحمد فوزي الذي تم اختياره رجل المباراة من قبل كل الإسماعيلوية والصفحة الرسمية للنادي الإسماعيلي طبعا فرحة غامرة بعد متعمه مباراة النادي الإسماعيلي بالتعادل بهدف لكل منهما أعد الأزهام روعة وقيمة النادي الإسماعيلي وقيمة النادي الإهلي في مباراةهم التي تعتبر قمة من قمة من الكرة المصرية الفرحة النهاردة جاءت بعد هذا التعادل للظروف الصعبة اللي كان بيمر بها النادي الإسماعيلي وحضرتك عريش حفو كل جمهير الكرة المصرية عرفها النهاردة تقلق واضح من الجهاز الفني اللي بيعمل من أجل عودة الناجي الإسماعيلي مناطق التتويج والبطولات والعودة إلى أنجاد الناجي الإسماعيلي مرة أخرى النهاردة مكاسب كثيرة في الشرع الإسماعلاوي عودة الصفة للجماهير الكرة الإسماعلاوية إنه ده فريق لسه بيتكون ومن الأفضل إنه هو يستمر ومعهم الجهاز الفني المحترم بفضل شابت ناب جلال مع العماية هذا الموسم ليعود الناجي الإسماعيلي الفترة القادمة إلى سابق عهده وأن مجلس الإدارة يترك الأمر لللجنة الفنية صديقنا المحترم أحمد بي عثمان مع الكابتن عنابو جريشا والكابتن أمد سليمان وسرعة التجديد لإهاب جلال والجهاز الفني عشان يحط تقريره باحتياجاته ويوفروا له اللي هو عايزه الإسماعيلي هيكون في حتة تانية خالص بالفعل كلامك واضح جدا كابتن عبد الناصر ولكن طبقه هنقف النهاردة في بعض النقاط المهمة لكن بعد انتهاء المباراة تتريح قوي جدا من كابتن أهب جلال واجهه للشرع الإسماعلاوي واجهه المجلس الإدارة الراجل بقول حتى هذه اللحظة أنا ما عادتش مع حد ومعرفش الجهاز القاني إذا كان مستمر أو مش مستمر وطبعا نداء للمهندس أحمد عثمان للمهندس إبريم عثمان للمهندس محمد عثمان إذا كنتوا باقيين على التعادة وضريق النادي الإسماعيلي يجب التنديد فورا بدون الانتظار لأي شيء كهذه من عمر النادي الإسماعيلي أو الانتظار للانتخابات أنت بتقول أن أنا ممكن ما أخشش الانتخابات لازم يكون فيه موقف واضح حسابتنا عبد الناصر في هذا التوقيت الحارج إذا كنتوا هتخدوا انتخابات النادي الإسماعيلي وهتبدأوا المفاوضات مع الكابتن إيهاد جلال أم هتنسحبوا من إدارة النادي الإسماعيلي ليكون الشرع الإسماعلاوي على بينا تماما من تيقود التعاقب مع إيهاد جلال في الفترة القادمة كمان عندنا تصريح ناري جدا إيهاد جلال النتيجة عادلة ولا أعرف التفويت أمام أي منافس طبعا كابتن عبد الناصر كلمة التفويت دي طبعا مستحيل تتقال على فريق نادي الإسماعيلي أو على أي فريق مصري محترم موضوع التفويت دوت لا يجوز من قريب أو بعيد في مبارات كبيرة تحدد الدور العام النهاردة نادي الإسماعيلي مبارات كبيرة أمام النادي الأهلي وأكيد هيلعب مباراة أكبر أمام النادي الإسماعيلي حتى كابتن أهد جلال صرح قالك أنا هلعب للفوز أنا معنديه غير الفوز أمام نادي الزمالك ده دليل قاطع إن هو راجل حاسس بما يدور قبل قراءة أو قبل بداية المباراة أو ما يدور حتى حتى الموقع الرسمي النهاردة بعد الفوز قالك خلي بالك دي بلد الرجالة مش عن فوتها لك إحنا أصحاب القلالة يعني 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 هو حتى الموقع الرسمي الناس بتتكلم باحترام ونادي الإسماعيلي ده نادي عريق ونادي عظيم وإها بقلال يا جماعة أنا دايما بختلف معاه ولكن النهاردة بعترف أنه أدارة بزكاء وأثبت أنه واحد من أفضل المدربين والنهاردة دا ليه اسم في السوق والإسماعيلي محتاج لمزيد من التسويق حتى يعمل ماركتنج ومش عيلاي أفضل من مطشين ورا بعض أهلي وزمالك وارجع تاني الكلام الكابتن خليد بيومي لما قال براهن على المطشين أهلي وإسماعيلي وإسماعيلي وزمالك ما تنسوش الكلام ده طبعا الكل اللي بيقصد في خدرات الكابتن هالجلال مدير فني كبير وراجل بيلعب باسمه باسم نادي كبير حتة التفويس دي ملغية تماما أو لا طليق أصلا أن حد يتجاوز حق نادي الإسماعيلي أو حق الجهاز الفني أو حق أي حد في المنظومة الرياضية في هذه الفترة ولكن النادي الإسماعيلي محتاج تكاتف الفترة القادمة محتاج خطوات عملية تريعة للإبقاء على هذا الجهاز الفني المحترم الذي أعاده هيبت وقرامة النادي الإسماعيلي الإبقاء على اللاعبين المميزين طرعة التفاوض مع لعبين زو خبرات كوفيد النادي الإسماعيلي في الفترة القادمة كلها ملفات شعيكة كابتن عبد النصر ستظهر نتائجها خلال الفترة القصيرة القادمة وفيبقى أمور كثيرة أمام الجماهير في النادي الإسماعيلي والنادي الإسماعيلي على الضف لازم يكون لها أحلول جزرية حتى لا تعود السنة المقتوية التي رأاها كل أفراد وجماهير النادي الإسماعيلي خلي بالك كان عجبني حتى الموقع الرسمي إسماعيلي السي سي حتى هو بيحتفل يعني بانتهى الاحترام وأنا عشان كده بدعو الناس أنها يعني تخلي بالها من كلامها يعني حتى الموقع الرسمي ما فيش احتقان زي زمان ولا في كيد نسوان ولا الواقعة اللي كان بيعملها المتاجرين وبتوء التعصب يعني شايف معنش عطلناكم شوية وشعار النادي الأهلي يعني حتى الفرحة باحترام يعني شايف طبيعي الاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة ما بين مجالس الإدارات هذه الفترة أزابت كثيرا من المواقف الصعبة والمواقف والأمور المترصبة صادقا ويبقى الاحترام هو الساد وهو ده اللي احنا حضرتك اللي اتبعوا ليه وفي كل برامجك وفي كل وفي كل برامجك بتقول لا لا تعصب احنا يا جماعة عايزين يبقى الرياضة عندنا فوز وهزيمة فوز وخشارة هو ده هو ده المفروض كابتان عبد المصر يكون السما الرئيسية السائدة بين الأندية وقريبا ان شاء الله النادي الاهل هيجي العف اسمعي وقريبا النادي الاهل هيجي العف في مرتعيد وهتعود المحبة والمواد ده وكل فرقة بتشجع وكل الجمهور بيشجع في رئيسه بالطريقة اللي تعجبه والطريقة المحببة وان شاء الله الأمور دي كلها هتتحل وتبقى في أحسن حال وابقى النهاردة نرجع لمحمد ساوزي وأداء العليل محمد كوزي النهاردة عبر عن نفسه بقوة كان نجم المباراة الأول كان في بعض الضغوط الفنية على محمد ساوزي الفقرة الفالد ولكن الرجل صمد مع مدرم مختارة من كافة المصطفى كمان قدر يطلع من محمد ساوزي المخزون الفني صح في هذه الفترة الوديدة والنادي إسماعيل اكتسب حارس صغير السن مع مرور الوقت سأزدادها قوة وتأزدادها خبرة وتأزدادها تغلق إن شاء الله أما باقي اللعيبة فأحضرها بشبت كلكم التغيرات اللي عملها الكابتين أهاب جلال الصريقة اللي أعدها قدام النادي الأهلي احترم النادي الأهلي كثيرا ما جذبش كتير قدام النادي الأهلي عشان يعرف جيدا ممكانيات وقوة فريق النادي الأهلي وخدم المباراة اللي هو كان يسع إليه إن هو عدم انخصارة أمام النادي الأهلي فأس التوقيت وتيلعب كمان مباراة قوية بعد ثلاثة أيام ممكن قد تكون تحدم في شكل عام بطر الدوري ولكن يبقى النادي الإسماعيلي نادي كبير نادي ليه تاريخ نادي ليه محبين نادي لا يقبل القسم على الجيه ولا ينحل إلى أي فريق في الدول المحتاج شكرا جزيلا صديقنا المحترم من أستاذ خالد الكردي شكرا ومبروك للناس في الإسماعيلية وفرحة الإسماعيلية تهمنا وإن شاء الله بإذن الله يأدو مباراة تريق بالإسماعيلي كما كان اليوم أمام الزمالك يوم السبت وعلى الأهلي والزمالك كلاهما أن يكافح بشرف ومن يستطيع أن يصل إلى منصة التتويج له مننا كل الاحترام وكل التقدير شكرا جزيلا شكرا لكابتر خالج شكرا لكابتر عبد الناصر وأنا تعيد جامل أننا متواجد مع إعلامي كبير لحضرتك وبالتوفيق وشكرا لجميع شكرا جزيلا